السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية من مشاركة السلطة التشريعية في إنجاز رغباتها المتمثلة في سن القوانين وطرح المقترحات المختلفة عبر قبة البرلمان فقد كانت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب مشاركا رئيسا في شتى لجان المجلس اللجان مشكورة قامت بالتعاون مع الحكومة من خلال وزارتنا وزارتنا والأطراف الأخرى الحكومية تحضر اجتماعات اللجان فكل هذه العملية الحمد لله تمخضت عن نتيجة ممتازة صراحة نعطيها درية امتياز من حيث النوعية والعدد يعني نوعية القوانين التي انتهينا منها مع نهاية الفصل الرابع كانت متميزة وإضافة كبيرة جدا للموجود من تشريعات وأيضا سن وإصدار مشروعات قوانين جديدة لتتواكب مع التغييرات الحاصلة في العالم عموما ومنطقتنا خصوصا وخاصة في ناحية الاقتصادية تعاون أثمر في بسط مئات الموضوعات بصيغة واضحة وبصبغة راجحة الفصل التشريعي الرابع حمل في كفه أكثر من ألف أداة رقابية استخدمها أعضاء مجلس النواب التعاون هو النتيجة نتيجة عملنا خلال هذه أنا أتكلم عن 297 ما بين مشروع قانون ومقترح قانون ومرسوم بقانون تم الانتهاء منها خلال الفصل التشريعي السابق لابتد في 2014 وانتهي في 2018 بالإضافة إلى أخواننا في مجلس النواب استخدموا 1088 أداة رقابية ما بين أسئلة ومقترحات برغبة ولجان تحقيق ومناقشة عامة طلبوها قوانين عدة صيغة في الساحة التشريعية تنوعت في مخرجاتها كما عزفت على وتار الجانب الاقتصادي تركيز على القوانين المشاري الحكومي بالذات القوانين ذات الصبقة الاقتصادية فنحن طبعا نستخدم المال ل87 للضرورة ضرورة أن هذه القوانين يجب أن تنجز خلال هذه الفترة المحددة المدة 87 من الدستور واضحة جدا تعطي 15 يوم للنواب 15 يوم للشورى و15 يوم إذا حاصل الخلاف لانعقاد المجلس الوطني والحمد لله قدرنا ننجز عملنا في الوقت المناسب تكاتف السلطتين التشريعية والتنفيذية جاءت عبر دعم متواصل ومتابعة حثيثة من قبل جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة